من كم الأحبائي حينئذ قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لاحظ الكلام بكمل فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته يعني بيتكلم عن المجيء الثاني رح يرجع وهذا تعزية أولى للتلاميذ في هذا الموضوع وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله الحق أقول لكم اسمع ما قال للتلاميذ إن من القيام هاهنا قوما لا يذقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته أو آتيا في مجده في مكان آخر وهذا المجد أحبائي مجد المسيح اللي تم من خلال صلبه وموته وقيامته لأنه هزم الموت والمسيح حي وهذا الملكوت الملكوت الجديد اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح فهذه المقدمة خليها في بالك لما أقرأ هذه الآيات وبعد ستة أيام مسافة طبيعية من منطقة بنياس قيصرية فليبوس وحسب وين المنطقة هل كان عندما أعلن بطرس أم استمر لأنه في متى في مرقص بيتكلموا ستة أيام لوقا البشير يقول بعد نحو يعني بالتقريب نحو ثمان أيام وهذه المسافة اللي من عند جبل الشيخ أو جبل حرمون من عند سفح الجبل اللي هو قيصرية فليبوس في الشمال تأخذ طبعا مسافة على الأقل ستة أيام حتى يوصلوا ويصعدوا إلى جبل طابور جبل طابور أحبائي موجود في الشمال قريب من الناصرة وقريب من قانا الجليل يعني بيجي في الوسط وقريب أيضا من بحيرة طبرية بيجي في المنتصف بيجي عند سهل مشهور جدا هذا السهل اليوم نسمي مرج ابن عامر أو سهل يزرعيل يمكن تتذكر قصة نابوت اليزرعيلة وهذا السهل الواسع جدا وبيمتد إلى وصولا إلى جبل الكرمل إلى مجدو المنطقة كل هذا الوادي اللي الكتاب بحسب رؤية 16-16 بيسميه وادي هار مجدو وادي هار مجدون فهذه المنطقة وجبل طبور نحن نسميه جبل الطور هو جبل منفرد بين الجبال وهو جبل عالي في وسط هذا السهل وفي أسفل الوادي في بلد تسمى دبوري أو جاء الاسم من الاسم دبورة القاضي دبورة في سفر القضاء والنبي والقاضي والمخلصة المنقذة دبورة في العهد القديم هي التي هزمت جيوش سيسرة رئيس الجيش عند جبل الطور أو جبل طبور فهذه المنطقة اللي بنتكلم عنها جبل مرتفع حوالي 600 متر فوق مستوى سطح البحر يعني بالتحديد 588 متر فوق مستوى سطح البحر ومسكور طبعا هذا الجبل جبل طبور في سفر يشوع إصحاح 19 في سفر القضاء في قصة دبورة في إصحاح 4 وفي سفر أرمية اسمع ما يقول كتاب إصحاح 46 آية 18 حي أنا يقول رب الجنود اسمه يعني اسم الرب كتابور اللي هو جبل طابور بين الجبال وككرمل عند البحر فمن جبل الطابور للكرمل كل هذا الوادي العظيم سهل يزرعيل أو وادي هار مجدون هذا هو الوادي المتسع يأتي يعني طبعا بيتكلم عن يسوع المسيح فبشبه الاسم الثبات والمكاني هو كجبل لا يتزعزع شامخ فطبعا يتكلم عن قوته عظمته وهو جبل منفرد عالي وطبعا بحسب بشارة أو بسبب سفر بطرس بطرس الأولى بطرس الثاني آسف في صحاح الأول بسميه الجبل المقدس واليوم طبعا المؤمنين احنا منسميه جبل التجلى لأنه على هذا الجبل تجلى يسوع المسيح